نضمت مؤسسة نبيل الكاتب الخيري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعالية توزيع ألفين وجبة غذائية ساخنة على الأسر الأكثر احتياجاً بمناطق مركز دمانهور في محافظة البحيرة كما نضمت المؤسسة وضمن فعليات التحالف لقاءات لتوعية بمقاومات الغذاء الصحي بنتاقي قرية أنور التابعة لمجلس قرية زاوية غزال بمركز دمانهور تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نضمت مؤسسة نبيل الكاتب الخيري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعالية توزيع ألفين وجبة غذائية ساخنة على الأسر الأكثر احتياجاً وذلك في نطاق مركز دمانهور بمحافظة البحيرة نحن النهاردة الحمد لله في عزبة النور مركز دمانهور جاي نوزع وجبات على الأسر الأكثر استحقاقاً وفي نفس الوقت بنعمل ندوات توعوية احنا نهاردة معنا أكتر من ألفين وجبة غذائية متكملة والحمد لله قدرنا بعدد كبير جداً من من التطوعين التحالف الوطني اللي احنا نوصل لكل بيت محتاج وجبة عنده أي مشكلة عنده أي حاجة مقدرنا بحمد لله نعمل خلال قاعد بياناتهم اللي احنا وفرهم جميع الخدمات اللي لقدر بإذن الله التحالف الوطني مع مؤسسة نبيل الكاتب نوصل للشرحة اللي هي الأكثر استحقاقاً احنا النهاردة وزعنا أكتر من ألفين وجبة الحمد لله بفضل الله عملنا ترك أبواب وقدرنا نوصل لمنازلهم للبيوت اللي أكثر احتياجاً الحمد لله كلنا مبسوطين وكان يوم جميل النهاردة الحمد لله كما نظمت المؤسسة وضمن فعليات التحالف الوطنية التوعوية فعليات توعوية ورسوماً كاريكاتيرية للتوعية بمقاومات الغذاء الصحية بنطاقي قرية النور التابعة لمجلس قرية زاوية غزال بمركز ضمنهور التطوع ده عمل فعلاً جميل جداً 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 لما تساعد مثلاً ناس تستاهل المساعدة بينك وبين نفسك بتحس أن أنت عملتها حاجة نحن النهاردة من شارك بألفين وجبة يومياً من خلال قاعدة البيانات الموجودة عندنا في المؤسسة من روح من خلالها نعمل ترك أبواب على الأسر الأكثر احتياجاً نحن مش بس نوزع أجابات نوزع كاراتين من مواد غذائية وملابس جديدة وبين مجان نحن نوزع أجابات على الأسر أكثر احتياجاً من طريق ترك الأبواب وأنا طبعاً مبسوطة جداً نحن نعمل حاجة كده من فلح الأسر أيضاً نظمت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية حملت طرق أبواب لتوزيع كميات كبيرة من الوجبات الغذائية الجاهزة بنطاق القرية فعاليات تأتي ضمن جهود التحالف الأهلي التنموي للوصول للشرائح الأكثر احتياجاً بمختلف القرى والنجوع وإيماناً منها بضرورة مد يد العون والتكافل لجميع شرائح المجتمع اشتركوا في القناة